تجاذبات سياسية واقتصادية تعج بها منطقة الحوض الشرقي للمتوسط تتداخل فيها خيوط السياسة والثروة وتتضارب فيها مصالح أقليمية ودولية في ظل سعي حثيث لإعادة رسم خريطة النفوذ البحري في تلك المنطقة فبعد أيام قليلة على توقيع مصر واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما وإعلان تركيا استئناف عمليات التنقيب شرق المتوسط ها هي سفينة أوروتش رئيس التركية تصل إلى مياه شرق المتوسط لبدء المسح الزلزالي هناك وتزامناً مع ذلك تجري القوات التركية تدريبات عسكرية في البحر المتوسط تشمل تبادلاً للاتصالات بين القوات البحرية على التردد المتوسط ومعلومات السلامة فضلاً عن مناورات رماية خلال تلك التدريبات وفي مقابلة مع إحدى القنامات التركية قال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين إن بلاده لن تسمح بأي مبادرة من شأنها حبس تركيا في منطقة ضيقة شرق المتوسط مؤكداً أن أنقرة ترغب في حل الخلافات عبر الحوار رغم كل ما يحاك ضدها أعتقد أن الأوروبيين باتوا يرون بوضوح الوجه الحقيقية لسياسة الملتوية لليونان ضد تركيا بالاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي لها تفاوضنا مع اليونان بشأن مستجدات الأوضاع بشرق المتوسط وتحدثنا إلى ألمانيا لحياديتها في هذه المسألة وحين توصلنا إلى التفاق ذهبت اليونان لتوقيع التفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر كالين أشار كذلك إلى إصدار الرئيس أردوغان تعليمات صارمة بشأن وقف المحادثات مع اليونان بعد يوم واحد من توقيع أثناء والقاهرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما مجدداً التأكيد على أن تلك الاتفاقية هي بحكم العدم بالنسبة لبلاده تركيا التي تمتلك أطول ساحل ممتد على البحر الأبيض المتوسط بين دول الإقليم طالما أكدت على مواصلة دفاعها عن حقها وحق القبارصة الأتراك في المناطق الواقعة ضمن جرفها القاري وفق القوانين الدولية لترسيم الحدود البحرية ياسين النهاري TRT عربي